ليلة رعب في بجاية بعد سلسلة الهزات الأرضية التي شهدتها الولاية أضرار وخسائر مادية في حين لم تسجل أي خسائر بشرية معد حالات هلع ومبيت لعلاف العائلات خارج منازلها التفاصيل بعد قليل ليلة رعب إذا عاشتها ولاية بجاية والولاية المجاورة لها بعد تسجيل هزات أرضية قوية فبحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بخصوص الهزة الأرضية التي سجلتها ولاية بجاية فقد سجلت في حدود الساعة الواحدة وأربع دقائق من صباحة الخميس الثامن عشر من شهر مارس 2021 بشدة قدرت 5.9 درجات على سلة ميريشتر على بعد 28 كم شمالي شرق رأس كاربون بولاية بجاية الهزة شعر بها سكان 12 ولاية كل منها هي سكيكدا، قسنطينا، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلا، البويرة، بجبر مرداس، تيزيوزو، الجزائر العاصمة، تيبازا وتم إرسال فرق الراجل وسيارات إصعاف للقيام بعملية تعرف للوقوف على الوضعية العامة وكذا طمأنة المواطنين ومصالح الحماية المدنية لم تسجل أي خسائر في الأرواح البشرية أو خسائر مادية كبيرة وبحسب بيان ثاني لمصالح الحماية المدنية فقد تم تسجيل على مستوى ولاية بجاية حالات هلع وسط السكان وخروجهم من المنازل وتشققات في بعض السكانات إصعاف وإجلاء أربعة أشخاص مصابين بجروح خفيفة وثمانية آخرين لهم صدمة نفسية إلى مستشفى بجاية كما تم تسجيل انهيار جزئي لثلاثة منازل قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية دون تسجيل أي إصابات كما تم تسجيل تشقق سلالم بنايتين بحي صغير ببلدية بجاية دون تسجيل إصابات تسجيل انهيار جزئي لشرفة منزل كائن بالطابق الرابع لبناية بنهج بوعينة دون تسجيل إصابات أما على مستوى ولاية بجاية جيجي العفوان فقد تم تسجيل إصابة خمسة أشخاص بكسور والتواءات من جراء الخلع والفزع الهلع والفزع يقول وإجلاء شخص له إصابة بكسر عافي الكاحل في كاحل الرجلين على إثر قفزه من الطابق الأول وكذا إجلاء امرأة تعاني من ارتفاع في الضغط الدموي على إثر حالة فزع وهلع شديد وطمأنت مصالح الحماية المدنية سكان الولايتين أما مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكي والجوفيزياء فسجل صباحة اليوم هزة أرضية قوتها ثلاثة درجات بمثل قياس ريشتر على الساعة السابعة وست واربعين دقيقة في البحر بولاية بجاية وحدد مركز الهزة على بعد ست وعشرين كيلومتر شمالي شرق كاب كاربون بنفس الولاية وكانت قد سجلت في نفس المنطقة ثمانية هزات أرضية منذ مساء أمس الاربعاء إلى صبيحة اليوم الخميس تروحت قواها مبين 5.9 وثلت درجات كلها وقعت في البحر وتحدثت مصالح مختصة في علم الزلازل أن الأمر يتعلق بالسونامي ترجمة نانسي قنقر